إذن يبدو أن شتاء قارسا في انتظاء الأوروبيين فالقارة العجوز بلا غاز روسي حتى إشعار آخر مما يدفع دولها إلى التحرك في أكثر من اتجاه والبحث عن بدائل ألمانيا أكبر مستورد للغاز في أوروبا قالت إنها أصبحت الآن أكثر استعدادا لوقف إمدادات الغاز الروسي مع سعيها لأن تصل مخزونات الغاز في البلاد إلى 95% بحلول نوفمبر القادم لكنها حثت المواطنين والشركات على خفض الاستهلاك وسط الإجراء الروسية المربك أعلنت فرنسا بدورها استئناف العمل في جميع مفاعلاتها النووية بحلول الشتاء إلى جانب الاستمرار في خطتها التي تهدف إلى خفض استهداف الطاقة بنسبة 10% بحلول عام 2024 تشمل الطرق البديلة إلى أوروبا والتي لا تمر عبر أوكرانيا خط الأنابيب يامال أوروبا الذي يمر عبر بيلاروسيا وبولندا إلى ألمانيا وتبلغ طاقة هذا الخط 33 مليار متر مكعب أي نحو سدس صادرات الغاز الطبيعي الروسي إلى القارة جرت أيضا مناقشة فتح خط أنبوب جديد يسمح بتدفق ما يصل إلى 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا بين بولندا والنرويج في أكتوبر المقبل تريد أسبانيا يحياء مشروعي لبناء خط ثالث للغاز عبر جبال برانس لكن فرنسا قالت أن محطات الغاز الطبيعية المسالة الجديدة التي يمكن أن تكون عائمة ستكون خيارا أسرع وأرخص من عمل خط أنابيب جديد وقالت الولايات المتحدة أنها تستطيع توريد 15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال للاتحاد الأوروبي هذا العام لكن البنية التحتية للتوزيع في القارة ليست مصممة لاستيعاب هذا التحول الكبير نحو الغاز المسال ويمكن لبعض الدول أيضا أن تسعى لسد الفجوة في إمدادات الطاقة من خلال اللجوء إلى واردات الكهرباء عبر المواصلات من جاراتها أو من خلال تعزيز القدرة على توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة